أعلن وزير الداخلية النمساوي جرهات كونة أن عدد المرحلين خلال النصف الأول من العام الجاري ارتفع إلى نحو 5900 لاجئ وأكدت الإحصائيات أن نصف عمليات الترحيل كانت طوعية والنصف الآخر إجبارية وتضمنت أبرز البلدان المستقبلة للمرحلين الهند وتركيا وقد تم معالجة 42 ألف قرار لجوء بزيادة 60% عن العام الماضي مع تنفيذ إجراءات سريعة للأشخاص الذين لديهم فرصا ضئيلة في الحصول على اللجوء وأكد وزير الداخلية كان استمرار الفيتو ضد اندمام رومانيا وبلغاريا إلى منطقته شينغن وتركيا هذا الهنزة اليوم؛ سيئة العام الجسماعي وتركيا هذا الهنزة الآخرية سيئة إلى عمليات التعالي بعض الأشخاص الذين يريدون على عزيارة تعدادة منتقليم سطرون على سبيل Safety والإعطاء التعالي حدوث عن عمليات التعالي